إيواء اللاجئين وتحسين ظروف معيشة سكان بحيرة شاتا كان محوري الاجتماع التفاكري حول حوض البحيرة المنظم من قبل مؤسسة الصليب الأحمر الشادي بالتعاون مع الفدرالية الوطنية للصليب الأحمر الروبرتاج التالي للزميلة إشراق عبدالله رحمة إن هذا الاجتماع جاء بعيد الاجتماع الثاني الذي لم يُعقد بعد وذلك نتيجة لتطورات الناجمة والنزاعات التي تحدث من حين لآخر في بعض دول الجوار التي تتقاسم مع البلاد الشريط الحدود بأكبر قدر من اللاجئين والنازحين وبهذا الخصوص تحدث رئيس الصليب الأحمر الشادي يحيى محمد لغيتا بأن نزوح العديد من المواطنين داخل الأراضي الوطنية هو ما دفع الصليب الأحمر الشادي والفدرالية الدولية للصليب الأحمر بأعقد اجتماع تفاكري من أجل تبادل الرؤى والأفكار التي تتعلق بعمال الإنسانية وأكذا معرفة أوضاع اللاجئين داخل البلاد مضيفا بأن هذه العملية بدأت منذ عام 2016 إلى يومنا هذا مؤكدا أن البلاد استقبلت في الآوين الأخيرة قرابة 55 ألف لاجئ من بعد دول الجوار في كل من دولة السودان وأنجيريا وإفريقيا الوسطى وحيث تمركزوا في موظم أقاليم البلاد وأخيرا قال رئيس الصليب الأحمر الشادي يتطلب منها تكثيف الجهود من أجل تقديم الخدمات لهؤلاء اللاجئين والنازحين الذين يعانون من ظروف قاسية وذلك بضرورة تقديم كل الدعم الإنسان لهم وأكذا تظليل بعض الصعاب وأكسر العقبات التي تقف أمامهم